اشتركوا في القناة على القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الخمسة والخمسين لتأسيس قوات دفاع البحرين في أجواء رحبة من الحوار والنقاشات المستفيدة وسعيا لتحقيق مزيد من التطوير والتقدم لقطاع الطيران في مملكة البحرين وافق مجلس النواب وبحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم 78 لسنة 2022 وتمت إحالته إلى مجلس الشورى اليوم طبعا ناقشنا مع مجلس النواب الموقر مشروع بقانون التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية مع مجلس وزراء البوسنة والهرسك وهي حد الاتفاقيات الكثيرة لسعة وزارة المواصلات والاتصالات إلى الانتهاء منها نحن حاليا عندنا حوالي مئة اتفاقية وهذه تعكس الدور الكبير اللي قامت بالوزارة وأيضا بتعاون ومساعدة السلطة التشريعية في أن نحن نستوفي الإطار التنظيمي هذه الاتفاقية يعني مجرد اتفاق تنظيمي للتشغيل متما كانت هناك المتطلبات التشغيلية التجارية اللي تستدعي استنافر الرحلات أو البداية بالرحلات فيتبتدي شركة الطيران التقديم إلى الجداول ومن ثم يتم الموافق عليها تسيير الرحلات جلسة مجلس النواب صلتت الضوء على قوانين تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وبحثت قبل أن يوافق السادة النواب بحثت كل ما يدور حول المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وتمت إحالته إلى مجلس الشورى طبعا ناقشنا تعديل على قانون التخطيط العمراني وهو يتضمن أن تلتزم المحكمة بالأخذ باللائحة والقانون المنظم للتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي وهذا بالعكس هذا شيء جدا مهم ويحدد ويلزم المحكمة بالأخذ بأنظمة التخطيط العمراني وهو أمر مهم وحضاري ويتفق مع الأسس والمبادئ ونحن نؤيد ذلك ولكن كان عندنا خلاف في المجلس حول بعض المواد القانونية المتعلقة بالدستور ولكن في النهاية المجلس صوت بالموافقة عليه والمرسوم أصبح نافذا من قبل المجلس النواب وأحيل إلى مجلس الشورى للنظر فيه وبشأن طلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستضاح سياسة الحكومة حول البطالة في صفوف الأطباء وفق المجلس على الطلب وحدد الجلسة العاشرة التي ستنعقد في الرابع عشر من فبراير لسنة الفين وثلاثة وعشرين موعدا للمناقشة العامة سعيا لتطوير أنظمة وقوانين التخطيط العمراني في مملكة البحرين دارت نقاشات ومداخلات عديدة وكثيرة للتأكيد على أهمية التطوير المستمر للقوانين والتشريعات المنظمة لهذه العملية وأبعادها المختلفة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين